اشتركوا في القناة بالامل اهلا بيك يا برشبهانتس اهلا بيك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في الحلقة 702 لقاء الاثنين من ملك وكتابة حلقة تأتي في توقيت مهم لكن حمدل على السلامة والف سلام على منها ربنا سلمك وفضل من ربنا ويمكن هو ده اللي ألهمني حكاية الالم والامل وحنتكلم فيها بالتفصيل عموما هذه حلقة مهمة وتلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله عندما يصبح الأمل في الألم الغربال أزمة لها الأزمة مقالي ومقاله وبعضمة لسانه تاهت والعناها مقالي ومقاله والشموع الحمراء عن العملاق وشجرة الحب مقالي ومقاله أسرار الملك عن نصر قرطاج وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلينا في البداية نشاطر الكابتن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق ونجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي وصاحب لقب عميد لعب العالم الأحزام في وفاة والدته تغمضها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألها من كابتن أحمد حسن وأسراته الصبر والسلوان رحمة الله عليها يعني ربت ظاهرة ووضح أن كان لها دور كبير في حياة الصبر وهي الأمة تبقى لها دور كبير في حياة أبنائها رحمة الله عليها النهاردة تحديدا الأهلي كان على موعد مع لقب جديد وزي ما قلت لكم الأهلي ماشي بسياسة شاملة في كل الألعاب على مستوى القمة في المنافسة الجدة على إحراز كل البطولات اللي بيشارك فيها كهدف أساسي بعد ما بنات الأهلي توجنا بلقب البطولة العربية في تنس الطاولة النهاردة كمان رجال الأهلي قدروا يحققوا هذا اللقب المهم بعد منافسة قوية جدا مع فريق قطر القطري البطولة مقامة باشواندس كانت في العاصمة الأردنية عمان رجال الأهلي قدموا عرض قوي جدا قدام قطر القطري في النهاية هتشوفوا لما تلاقوا مثلا فريق قطر عنده محترف نمساوي كبير تعرفوا قد إيه فريق الأهلي كان على هذه الدرجة من الجاهزية اللي كسب بيها هذا اللقاء تلاتة واحد في النهاية مسل للأهلي عمر عصر ومحمد البيل وسيد لاشين في المبراهة الأولى عمر عصر صاحب الإنجاز الكبير في الأولمبياد قدر يفوز على محمد عبدالوهاب لعب قطر القطري تلاتة صفر ورجع فريق قطر كسب المبراهة التانية على طول لما فاز لعبه النمساوي روبرت جاردوس على محمد البيل تلاتة واحد في المبراهة التالتة سيد لاشين تمكن من الفوز اتنين واحد على أحمد خليل لعب قطر بنتيجة تلاتة اتنين المواجهة الرابعة كان لابد أن يحسمها عمر عصر للصالح الأهلي علشان يفوز على النمساوي القطري روبرت جاردوس نجم فريق قطر القطري بنتيجة الأشواء تلاتة اتنين ليتوج رجال الأهلي باللقب العربي بعد إحراز السيدات أو الأنسات ندين الدولات لو مروى ومريم الهضيبي وسارع عبد العزيز وهانا جودة بطولة السيدات بالأمس شوف تنس الطاولة البطولات العربية أقوى من البطولات الأفريقية يعني أنا أقول لك أنا أنا متابع نجيريا كانت هي الصين في أفريقيا صحيح لكن مصر استطعت أن تكسر هذا الاحتكار بنجيري مميزين جدا خلال الفترة اللي فاتت طبعا أخيرهم اللي لمع جدا وتوهج حتى من خلال الدورة الأوروبية عمر عصر وستطاع عمر عصر أن يقود النادي الأهلي للفوز بالبطولة العربية اللي بيستعينوا فيها بأجانب مهمين جدا ومؤكد مؤكد إنك لو جبنا تفاصيل عن اللعب المساوى هنجده لعب مصنف على مستوى العام مبروك للنادي الأهلي جاله سيداته اللي استطاعوا أن يكرروا الفوز بهذه البطولة المهم الكابتر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي حرص بدوره على توجيه التهنئة لفريق تنس الطولة رجالا وأنسات على هذا التتويج العرب المستحق ولكابتر روف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي اللي كان بيترأس هذه البعث إنجاز تنس الطولة في أردن خلى الناس كلها تترقب أيضا دي لحظة عودة أنسات الأهلي بطلات العرب زي ما قلتلكم نديل دولات وانا جوزة ومروة ومريم الهضيبي وصارعب عزيز الحقيقة إنجاز جيد جدا في التتويج العربي أنسات ثم رجال وده ربما يفتح شهية رجال كرة اليد بقى رجال كرة اليد في المغرب في المشاركة في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكوس اللي هيبدأ مشواره بكرة إن شاء الله هيبدأ في المواجهة الأولى أمام ريما النيجيري 24 أغسطس غدا الساعة 6 مساء المباراة التانية هلعبها مع ريدستار الإفواري يوم 26 أيضا الساعة 6 وفي نفس التوقيت يوم 28 هيلعب مع ذاب الكاميروني وبيترأس البعثة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي طيب قبل ما نروح لكرة اليد وصلتني معلومة دلوقتي أشهر الإعداد عليها عمر عصر 36 عالميا والبطل المساوي الـ 29 عالميا ده معناه إيه أن عمر عصر يسير إلى الأمام وأتوقع أنه خلي بالك 36 عالميا ونادين 35 عالميا أو حاجة زي كده أعتقد برضو برضو تأكدونا شبابنا لا ترتيب غير مسبوك لأي حد يعني عربي يعني أعتقد أن تنسي الطاولة شأنه شأن الألعاب الفردية في النادي الآلي ماشيك واساوه إن شاء الله كل التوفيق كرة القدم بقى الكل بيترقب كرة اليد ده قبل ما نرى آه عندك اليد آه آه وأعتقد أنه بعد كده فيه سوبر بين الأهل الزماني الهندبول اللي تأجل آه برضو في كرة اليد والناس توقع بقى أنها تشوف التعديلات والتحديثات اللي حصلت في الألعاب الجماعية مع انطلاق مسلازيل وطلات كل التوفيق لكرة اليد الأهلوي بإذن الله كرة القدم بقى بكرة الأهلي مع الجونة مستر بيتسو مسماني اختار القايمة اللي دخلت بمعسكر اليوم بعد هذا التمرين الأخير في ملعب مختارة تيتش القايمة ضمت محمد الشناوي وعلو لطف ومصطفى شبير محمود وحيد ورامي ربيع وياسر إبراهيم ومحمود كهربة ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وقاليو ديانج وعمر السلية ومحمد مجد أفشا وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق وولتر بواليا ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وكريم ندفد وأحمد رمضان بيكهم ومحمد شريف شريف بيعود للقايمة بعد ما بتاعت في المباراة التلاتة الأخيرة بسبب إصابة في العضلة الخلفية نتمنى له أن يكون قد تم شفاء الإصابة العضلية دائما ما بتكون إصابة خادعة ربي نص بدر بنون المغربي بعد شفائه ودخوله القايمة للمباراتين اللي فاتوا لكن مبارات الغد بيغيب فيها وكابتن سالعب حفيز قال أنه عنده متعب في الأسنان احتاجت حصوله على راح المهانس عادلي قال لك الأهلي بيهتم بكل الألعاب لا ده كمان بيهتم حتى بالنشاط الرياضي للألعاب اللجنة العليا للجان في النادي بصدد تنظيم بطولة عائلة الأهلي للشطرنج ده مزيد من التفعيل لنشاط لجان النادي يوم 10-9 إن شاء الله حتنطلق بطولة عائلة الأهلي في الشطرنج من إسما هي قصيرة على عضاء النادي البطولة هتقام من 10-18 سبتمبر الفائزين فيها في المراكز الثلاثة الأولى بيحصلوا على جوائز مالية وعينية بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى تمنح لأفضل ناشي أقل من 16 سنة وده مزيد من التشجيع لشباب وأطفال النادي على ممارسة مثل هذه الألعاب كمان لجنة الطفل في النادي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان برئاسة الأساس وليد مبروك متولي وتحت إشراف الإدارة التنفيذية بصدى تنظيم مهرجان تعريف للأسرة عن رياضة الملاحة الرياضية دي رياضة عالمية تمارس لجميع الفئات والأعمار السنية بيتسم ممارسوها بالصبر والحزم والشغف والمعرفة وإدارة الوقت المهرجان هيقام تحت رعاية الاتحاد النوعي للملاحة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة وبيضم فعاليات كتيرة منها مهرجان تعريفي لمختلف الأعمار السنية في الفترة من 3 إلى 9 يوم الجمعة إن شاء الله هتكون الأيام التلاتة الأولى في مقر النادي في الجزيرة وفرعي الشيخ زايد ومدينة نص عبارة عن يوم أسري بيشارك فيه جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم والأطفال من سبع سنين بمعدل 15 إلى 20 أسرة من كل فرع على أن يكون لهم حق الاشتراك في البطولة الأولى اللي حتقام 24 سبتمبر يعني هو مهرجان تعريفي برياضة جديدة هي أقول لك حقاً قد يتبادر إلى الدين إن الملاحة دي حاجة ليه علاقة بالبحر لكن هو البحر في ملاحة في البحر وفي ملاحة على البر والملاحة عبارة عن نافيجيشن إنك أنت يعني البحث وحتى في السبعات بيبقى فيه نافيجيتر وهو الراجل الملاح اللي قاعد جنب السواء اللي بيوجه هي يعني بحث وتوجيه ما عرفش هل هي قريبة من لعبة الكنزي بتاع زمان اللي كنا بنلعبها ولا إيه لكن هي رياضة حتبقى طرفية زهنية من الطراز الجميل ده في إطار بقى أجندة نشاط الحياة مكثفة من لجان النادي المختلفة وده الدور الكبير للنادي إنك تبدأ تهتم بالطفل تبدأ تهتم بالمرأة تبدأ تهتم بزاوي الاحتياجات الخاصة تبدأ تهتم حتى بالكبار السن والرواد لأن كلهم ليهم نشاطات وبطولات مختلفة وده رسالة النادي الأهلي وهذه ضربة البداية اللي تعودتوها دائماً وأبداً مع مقالي ومقاله عندما يصبح الأمل في الألم دي كانت جملتك في الإنترو إيه؟ بوسيا سيدي التأمل في الفطرة اللي فاتت في الحياة الرياضية والمواقف الشخصية أنا شخصياً كان عندي فرصة الفطرة اللي فاتت من كذا تجربة شخصية كشفت لحاجات كتير جداً يعني ده ما يبقى ناس عزيزة عليك عايشة معك من خلال شعورها بألام مبرحة تقوم تقودك إنك تروح والمستشفى وتبحث وتعمل الفحوصات والتحاليل فأقولك الحمد لله إنك جد الوقت حدثت مع زوجتي مرتين وأخيراً مع ابنتي اللي هو الكشف المبكر إذن الألم كاشف للعلة طبعاً ولولا الألم ما عرفتش اللي وراه ولذلك الكانسر بيسمى بالمرض الخبيث ليه ليه ظل كامل الألم يأتي بعد تفاقم المرض فما تلحقش تكشفه بادري إذن الألم هو رحمة من الله سبحانه وتعالى هلاقته ده بالرياضة أيوة لا ليه كل العلاق لأن لما تكون أنت متفوق وتتطلع إلى استمرار التفوق تشعر بالألم الشديد حتى لو حققت عشرات البطولات ثم فقدت واحدة وتبتدي بقى تقعد تفكر إيه الأسباب اللي قدت إلى هذا هناك أسباب تبقى خارجة عن إطارك كما حنشوف دلوقتي أو أسباب ليه علاقة بيك يعني أنت من أول سنة لذلك أنا ابتديت بإيجارة الأمور كما خطي طلا من أول سنة أنا وأنت بنستشعر وقلنا هذا الكلام أكثر من مرة وتقولوا بعض الألواء في أكثر من مكان أننا نشعر باستنساخ موسم 15 و14 15 15 15 16 15 16 ولكن الموسم ده لا ده تجاوز كل ما حدث سابق تستشعر أنك أولا هناك ظروف سوف تؤدي إليك أنك تعمل أولويات تضحي بإيه في سبيل إيه كأهلي بقى والتضحية هنا يعني على المغامرة مش انك بتروح تخسر يعني انهين اللي تركز عليه ولو ادى الى انك تغامر بفرصت فيه وطبعا لو سألت اي واحد بداية السنة هيقولك لا البطولة الافريقية اللي بتحطك في التأهيل العالمي والالقاب العالمية وتودك تاني كاس العالم اللي اندية لا بطولة تسبق في الاولويات خليتك اولا رحت انك تقرر انك انت ممكن اجل دلوقتي وريعني عشان هلعب بطولة التفريق ومستعدة ألعب بدون لعيبة ست لعيبي ست لعبين في الدورة في الدورة اللي في حلعب من غيرهم ولعبت اربعة مطشاط ولكن ايضا الجدول المضغوط وهنا هاتي الحاجات اللي مش فيه دك بقى اللي دي ايشك المسألة واضحة جدا انت مشوارك الافريقي على الاقال زاد عن مشوارك المحلي النهاردة قد تساوت كل الاندية في عدد المطشاط لا طب حطيلي بقى مشاورنا الافريقية بصفارها بعددها يبقى الاهلي كان مضغوطا بهذا القدر عشان المتجرة هو مين اللي كان مضغوط ومين اللي كان ثم نيجي للحتة اللي مش هنذكرها تفصيلا لانها قتلت بحسن وابتدناها هنا ونحن نتعرض على التحكيم والفار وموقف الفار واكد عليها سائر البرامج الاخرى من زملاء نسان في خط احمر او البرامج الاخرى السادسة او البيت الكبير او كل الزملاء هنا قالت واشادت وافاضت فمش هنعيد كلام في تفاصيل في هذا الامر ولكن من المؤكد لما يطلع خبراء التحكيم منهم بقى ده مش رأينا واخرهم برنامج الفار اللي كان فيه كابتن احمد شيناء وكابتن سامير وعالتليفون كان كابتن ادري عبد العظيم ويؤكدوا ان الفار اثر على المشوار العام بتاع الاندية قمة وقاعا واثر بشكل مختلف على اندية استفادت واندية اديرت ضررا بالغا وذكروا ان الفار لو استمر بالطريقة دي وقد خلق ليحقق العدالة وهذا ما كان يقوله النادي الالف انه اكتر نادي اثار على استخدام الفار الى انه لابد من المراجعة طبعا هما بيقولوا لازم يستكمل الادوات اللي تريح الناس تاخد قرارات زي الصورة والكاميرات والكلام ده قد يكون هذا جزء من المشكلة لكن لما تتركز المشاكل كلها السلبية في اتجاه والاجابية في اتجاه وتتكرر لا يبقى فيه توقف يقودني الى العبارة التانية اعلم افخيلك اركابه اعلم افخيلك اركابه هذا منطق يتعامل به اتحاد القرى اوجيه كحل عمال اول عشان تعرف ان اعلم افخيلك اركابه وهواجيه كحل عمال ايه تعادوا كرة فيه دفاعه بمناسبة بيان النادي الاهلي وطلبوا حكام اجانب قال لك حكامنا تكون الاحترام ومع الاعلى مستوى في كل الدول الافريقية والعربية هذا ليس دفاعا بالعكس انت كده بتقودنا ماهو انت الخطأ قد يكون مقصود وقد يكون غير مقصود اذا كان غير مقصود لعدم الكفاءة او لعدم التركيز او لظروف غير متأمواتي لكن لما تقول لا ده هما في كل حتة بيشيدوا بيهم ما سبتش غير الاحتمال التاني مش انا اللي بقول انت اللي بتقول انا مش عايز اخوض في تفاصيل وهنا تقودنا المسألة اليس من الواجه ونشعر جميعا بالقلم بما فيه اتحاد الكرة ضروري اتحاد الكرة مش عايز مشاكل يعني اتحاد الناجح هو لما يبقى عنده اقل قدر من المشاكل هذا نوع من القلم ان يتعرض للنقد فيه امور مهم طيب حيقودوا الى ان يكتشف ازاي ما كررش هذا الاخر اعلم افخيلك اركابه وطريق التعاول برضو اتحاد الكرة في بعض القداية الهمة اندية كتيرة اندية زي سموحة زي ودي دجلة زي الاهلي زي وبعض الوقت زي الزمالك وغيرنا اه 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 اتعرضوا اه 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 او 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 كلام وطلبوا ردود ولكن هي كده حكام اجانب لا مفيش حكام اجانب اه طيب يا جماعة اه شوفوا اه ترتيب الاندية رقبوا الاندية طيب اه اه الحكام يبقوا دولين في كل المطشق حاجات كتيرة جدا لم يتعامل معها الاتحاد الحقيقة بما يشبع اه حيرت او ريبة البعض كان ينبغي نكون فيه شفافية اكتر من كده النقطة التالتة برضو في هذا الكلام اعلم افخيلك ركبه ما تتعاملش في اللوايح بقى انا الاوان نبقى زينا زي كل العالم ماشيين في الاحتراف بادواته ما ينفعش ابدا ان اللوايح الدولية يضرب بيه عرض الحق وهتم التسطر ومرة تسمع جواب غير معلد بيقول قرارات معينة ومرة تانية ان هو امتى هنعمل ربطة الاندية وده اللي بياخدني يمكن انت محضر جزء علشان تتكلم فيه عن هل اصبح حلم ربطة الاندية هو طوق النجاح الذي قد يلجأ اليه اتحاد الكرة ويترقبه الاندية المصرية انا بسير تساؤلات ولا القي اتهمات يعني انا مش اصدي من هذا الكلام ان انا اشاور باصابع الاتهاب ولكن انا بنقل التساؤلات اللي على شاشات التلفزيون واللي في منابر الاعلام واللي في الشارع المصري امام اصحاب القرار في الاتحاد المصري عشان تناقش بشفافية وعدنا استعداد طبعا ياريت حد منهم يتناقش معنا وحنكون والله محايدين جدا ونحن نتناقش في هذا الامر هذه قضايا لصالح الكرة المصرية والدور المصري يستطيع ان يكون في مكانة تانية اخرى اما الالم اخيرا والامل خسارة النادي الاهلي هو نوع من الالم الذي يقتدي ان احنا بقى مناش نعمل الظروف اللي برانا مش هنقدر نعمل فيها حاجة اكتر من اللي تعامل لكن الظروف اللي تخصنا اللي هي ايه لماذا فقدنا هذه النقاط وبهذه الطريق رغم ان احنا فاهمين كواس قوي الارهاق وطلعهم المواسم وبعض التحكم اللي قدت الى ان احنا فقدنا العديد من النقاط ولكن هناك ايضا شيء خصنا فقدنا نقاط مكانة نبغي ان نفقدها طيب عشان هذا الامر ما يكررش نعمل ايه هو الالم الكاشف الذي يشاع بالامل في علاج هذه الاسباب وهذه الاسباب لها كتير من المعالجات عايزة طمن جمهور الاهل عليها انه كل شيء يتم دراسته بدقة وبما يكفل للاهل انطلاقها قوية كبيرة جدا لانه زي ما قلتلكم المرة اللي فاتت في كل تجارب الكرة المصرية الاهل ممكن يفقد بطولة عشان يكسب عشرات البطولات التالية لانه يعالج الاسباب اه مرة يكسب سبع مواسم متتالية يبدأ الدور ياخد تسع مواسم متتالية لما يحصل كومون شوية يرجع يعاود الانطلاق وهو ده مؤشر كرة القدم الاهلوية التي ينتظرها الكثير من ترتيبات مستقبل كبير ان شاء الله نطلع لفاصل وبعض الفاصل كلام مهم عن أزمة ليه الأزمة حالا بحضراتكم جديد عندما يصبح الأمل في الألم يمكن المهندس عاد لي أشار في مقالي ومقاله إلى معاناة الألم وقد ايه ممكن يكون باعث على الأمل شوية كاشف للعلة أو كاشف للعلة الحياة في الفاصل اتصل بنا واحد من عشاق الأهل المرتبطين به جدا زي الملايين من عشاق الأهل في كل مكان محمد رجب ناجي من العمرية اسكندرية والده بيعاني ربنا يشفيه وعفية رب من المرض الخبيث ولما المهندس عاد لي أشار لكده الرجل حس بالجرح نفسه فطلب انه يبلغك تحياته وايضا يطلب من الناس انها تدعيله عشان انا ذكرت ان الكانسر اسمه الخبيث لانه لا لا ما بتعرفش عليه بقى اللي ما يستفعل أهلاء متأتي متأخرة ربنا يعفيه ويشفيه ويعفيه ويخفف عنه الألم يا رب ألف سلام لكل مريد وربنا يعفز الجميع يا رب ان شاء الله هو أي مريد ده كان كل ما يتعلق بالأمل عندما يخرج من رحم الألم لكن هناك كلام كثير في الغربال أزمة ليها لازمة الحياة كتير من أزمات الكرة المصرية دايما أزمة بدون لازمة فجأة تلاقي فيه مشكلة حصلت ولا ليها أي لازمة لكن خادت حيز من الاهتمام وخادت جانب كبير جدا من اهتمامات الناس لكن هذه المرة دي أزمة ليها لازمة بجد وتعرض لها الأساس حسن مستكاوي كما عرضها أكثر من جورنان لأنه المسألة تتعلق بمشاركتين كبار فيهم تعارض تام الأهل في البطولة الأولمبية مطالب أنه هو يلعب في الدوري ومطالب يلعب في نهاية دورة أبطال أفريقيا حصل تنسيق ما تتنازل عن حد تلعب بدونهم رغم أن كابتن سالعب حافظة قال لك تعلمنا الدرس مش هنعمل كده تاني ده مش هيتكرر تاني أن أنت تتنازل على الحق أملا في أن المسألة يحصل فيها تنسيق فتدفع أنت التمن لكن اللي حصل الحياة في التضرب اللي جاي مالوش أي فرصة لأي موأمة أو لأي تنسيق وهقول لكم ليه منديال الأندية باشواندس زي ما قالت المصر اليوم منديال الأندية وجدد الصدام بين الأهل والجبلية بوادر أزمة جديدة بين الأهل والتحاد الكرة والمنتخب الوطني بسبب تعارض مباريات منديال الأندية وكأس العرب خلال شهر ديسمبر الفيفا الحقيقة خدمة لقطر واللجنة المنظمة لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين قال لهم علشان نجرب الفقاعة الطبية وعشان نجرب الإجراءات الاحترازية وعشان نجرب دخول وتنظيم الجماهير ما تعملوا بينكم وبين بعض كدول عربية منديال العربي وتجيبوا كل الشبابات العربية وتبقى حاجة بروفا لكأس العالم كتجربة للإجراءات الاحترازية وللشروط التنظيمية ولدخول الجماهير ولإشغال الفنادة يجرب فينا وأوكي لأنها كلها عرب فعرب فده شيء كويس لكن الأزمة جات فين طب إمتى عمل فيه فربطولة ده هتتلعب قال لك من واحد لتمنتاشر تسعة من واحد لتمنتاشر تسعة يعني الشهر الجاي ده شيء رائع جدا أو ديسمبر سوري من واحد لتمنتاشر ديسمبر من واحد لتمنتاشر اتناشر الفترة دي نفسها بالزبط من واحد لتسعة تاشر ديسمبر هي الفترة اللي الاتحاد الدولي نفسه حط فيها كأس العالم للأندية في اليابان اللي حيشارك فيها النادي الأهل فأصبح الأمر ما بين الأهل يشارك بكامل قوته وبكل لعبته في كأس العالم للأندية في اليابان وكبت الحسام البدري المدير الفني المنتخب هيتكلم على احتياجاته للعبت الأهل الدوليين فبطولة مهمة برضو هنا كانت ايه هميت بروف الكأس العالم ده التهم قطر ما تهمناش احنا يعني انت ما تيجي تقول لي لا بطولة كأس العالم للأندية دي بطولة فريق مصري له تصنيف فوق كل اي اعتبار لأ كابتن حسام البدري بالعكس قد تكون فرصة بالنسبة له ان بعض الأسماء اللي برزت والناس بتشوري عليها دلوقتي ها بس تسنق بقى لعيمة الأهل مؤكد حيتركهم لنادي الأهل هم مفيش هزار في الحتة دي يبقى يروح يكتشف لجوم جدد ها ويكتشف اه يمكن وجهة نظر الاتحاد الدولي وهنا بجردوا وجهة نظر لا يراعي فيها المصالح العربية قوية همه هن كنت تيجي تعمل البطولتين وتصدر لنا مشكلة ما فيه فريق عربي في كأس العالم ليل أندي يعني هم ما كانش يقدر يعمل نفس البطولة ها في اوروبا لو تشلسي مطلوب لعبته معتالي يعني تقول لي الاوروبا وعملوا بطولة في نفس الوقت دولية تنشطية ما دي دي بطولة تنشطية تجريبية بروفا لكأس العالم لك تعمل إجراءاتك كلها من خلال البطولة دي بس جربوا بعض يا عرب انتم مم بدأ البطولة عندكم جربوا ببعض خش الفقاعة تاخدوا كورونا نجرب فيه ها شوف فمش هيعملها في اوروب في التوقيت ده لأن شلسي مشارك او في امريكا اللي تني لكنه يعملها عندك مش انتم البطولة عندكم اعملوه انا اعتقد ان المسألة لازم تبحث من دلوقتي وبيهدوه وبدون مزايدة من حد على حد طيب تحب اقولك طرح الاساس حسن مسكاو في الشروط لا لانه قال كأس العالم للاندية وكأس العرب وقال مفاجأة سوف تقام كأس العالم للاندية في اليابان من 9 ل 19 ديسمبر القادم وستقام بطولة كأس العرب للمنتخبات في الدوحة من 1 ل 18 ديسمبر والمفاجأة ليست لنا لكنها للكرة المصرية اللطيفة فماذا تفعل هل يلعب المنتخب بدون لعب الاهلي الذي يشارك في كأس العالم للاندية كبطر لافريقيا ام يلعب الاهلي في تلك البطولة بدون لعبه الدوليين ونجومه الذين سيقع عليهم الاختيار لصفوف المنتخب لكأس العرب وبيقول حسن مستكاوي سؤال طويل بطول عمرنا والمفاجأة ايضا واحدة من مفاجآت بطولة وبمباراة وبتصفية واذا كان هذا موسما استثنائيا للكرة المصرية فان نفس المفاجأة تكررت عشرات المرات قبل ان نعرف يعني ايه موسم استثنائي وسوف يطرح هذا السؤال الطويل الموسم استثنائي هو الموسم الطبيعي اصبح موسم الطبيعي هو الموسم الاستثنائي صحيح من كترة اكرار الموسم غير الطبيعي كل موسمنا استثنائي وبيقول الأستاذ حسن مستكاوي نحن مبكرا وضع الاتحاد بجزائري حلا منذ نهاية العام الماضي لما حصلت التعارضات ديت لانه قال نفس المفاجأة تكررت عشرات المرات قبل ان نعرف يعني ايه موسم استثنائي وسوف يطرح هذا السؤال الطويل ويكون محل نقاش اعلامي كبير ومحل جدل جماهيري اكبر كان الاعلام والجمهور هو من يجب ان يقرر كأن بينما المشكلة ان لعبتنا لا تعرف التخطيط والحسابات المبكرة وبيقول بيستند بقى لوقع لما حصل تضارب عند الجزائر قررت الجزائر تعمل ايه بالنسبة للبطولة العربية اللي جاية قالك يشارك المنتخب الجزائري للمحليين المدعم بالمحترفين في الدول العربية في بطولة كأس العرب العاشرة المقرر اقامتها في قطر ويقود هذا المنتخب المدير الفني مجيد بقرة اتنين منتخب المحليين اللي بيشمسل الجزائر يهدف الى التتويق ببطولة كأس العرب وان مشروع منتخب المحليين يرتبط ارتطباطا وثيقا بمشروع المنتخب الاول اللي بيقوده جمال بالماضي هذا القرار المبكر يمنح المنتخب الاول في الجزائر افضل ظروف للإستعداد لخوض مباريات كأس الامم الافريقية للكاميرون يناير اتنين وعشرين وهذا هو معنى التنسيق والتخطيط بين فريق بقرة وبالماضي بيقول الأستاذ حسن مستكوي مصر ليس لديها منتخب للمحليين يساعد على صناعة جيل دولي جديد يكمل مسيرة الجيل الحالي للعب المنتخب الاول ولا اعرف ما هي رؤية الادارة الفنية للمنتخب الاول والادارة الفنية للتحاد كرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي فينجادا هل هو موجود؟ ولذلك لابد من قرار سريع وفوري لمشكلة لعب الاهلي الذي يملك الحق في المشاركة بكأس العالم للأندية بكامل نجومه بدون اللجوء لطريقة ينهي الفريق مبارياته في اليابان ويلحق الدوليون بالمنتخب في الدوحة وبالتالي على المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام البدري حسم رؤياته واختياراته مبكرا علما بأنه من حق الاهلي الاحتفاظ بلعبيه وفقا لقواعد الفيفا إلا إذا كانت كاس العرب لها خصوصية دولية يراها الفيفا دي كلمة خطيرة كلمة خطيرة بتوريت بنتعامل في شؤوننا الكروية مع الفيفا إزاي إن احنا دايماً مش يعني دايماً يعني بتروح وأنت لك طلبات غريبة فالناس ما بتأخذك شي بالشكل إنها تحترم أولوياتك بص يا أستاذ إبراهيم بص تحترم أولياتك لكن تحترم قواعد الفيفا بيقول يا حسن سكاوي إذا كنا نحترم قواعد الفيفا أيوة في حقوق الأندية الأوروبية بالضبط بقى بعدم إرسال لعبيها إلى منتخبات بلادها في بطولات أو مباريات ليست ضمن أجندة الفيفا فإن على الاتحاد المصري على الاتحاد المصري احترام حق أنديتنا في الاحتفاظ بنجومها مع ملاحظة أنه حين طالب ليفربول بتأجيل مباراة له في البريمير ليج أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية رفضت الرابطة الإنجليزية التي تدير المسابق ولعب ليفربول مباراته وخسر بخمسة أهداف لأن الرابطة قوة منتخبة من الأندية صاحبة المصلحة في البريمير ليج وليس الاتحاد المنتخب من جمعية عمومية ثلاثة أربعها من أندية وهيئات لا علاقة لها بالدور الممتاز وهذا يجسد أهمية وقوة الرابطة التي لم تولد بعد في ملاعبنا على الرغم من محاولات استمرت خمستاشر سنة طيب هو سمع الإنتر بتاعنا ولا لا؟ وبيختاتب الأستاذ حاسم سكو مقالاته المهمة جدا أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل يومين أن منتخب المحليين سيلاقي المنتخب السوري وديا يوم الخميس ثم يواجه بروندي يوم الأحد استعدادا لمشاركته في بطولة كأس العرب وبيقول كده سكت الكلام طيب عشان يبدأ أيوة أنا رأي سكت الكلام عشان يبدأ ما إحنا فيه ما تعمل بسرعة كابتن حسام منتخب المحليين المدعوم بلعب تلعب تلعب مش هيدي لك حد مش هيجي لك تريزيجية مش هيجي لك محمد صلاح ولا النني ولا حتى حجاز من الدور السعودي ولا حجاز من الدور السعودي لا ممكن يجي لك لأن ديب طب العرب واخد بالك عشان كده هو قال كابتن حسن بزكاء خده لعبتنا المحترفين في الدور العرب بس هي الجزائر طبعا لأنه عندها توسع في المحترفين أنا عايز أقول ليه بصرف النظر بقى مش هنقعد نعدوه ما بتجي تفصل نظام ما بتفصلوش على ظروف كل واحد بتاخد المنطق الأعام دي بطولة عربية منتخبات عربية خد بقى لعبتك اللي في المتخبات العربية اللي في الدوريات العربية بالإضافة يطلعوا واحد يطلعوا اثنين يطلعوا ثلاثة خلاص ما يطلعوش ولا واحد خلاص هتعمل ايه إنما الفكرة كلها تلعب كاس العرب بدون لعبت الأهل والمحترفين في أوروبا خلاص خلصت مثل ما جاب المعرفش يجي محمد صلاح يعني إزاي تجبرني إن أنا ديك لعبتك ده انت مش هتجيب محمد صلاح النهاردة ليفربول بعت اعتذار للاتحاد المصري بيقوله المباراتين اللي جايين ليك اللي المنتخب يلعب فيهم مع أنجولا والجابون رسمي مبارات رسمية في تصفات كاس العالم بيعتذر ليفربول وبيقول للاتحاد المصري بنعتذر عن عدم إرسال لعبنا محمد صلاح نظرا للظروف الدولية في كورونا يعني المصرية بنت البطة السودان وده اللي بقوله قال لك خايفين عليه من كورونا ولو رجع هيدخل في العزق لو رجع هيضطر العزق عشان فيها ما ينفعش إن النازل يتبصلها إنه عشان دول منظمين وإحنا مش منظمين أو دول مهمين وإحنا مش مهمين ما ينفعش تنظيم كروي ده عايزين نبقى زينا زي العالم عشان إذا كنا عايزين نرتقي لابن نحط نفسنا في الحتة اللي إحنا نستحق نستحق أو نأملها يا سيدي يعني إذا كنت شاف إن إحنا ما نستحقش هزا نظاف لابد بقى أنا الأوان وده اللي عشان جده بقولك ربطة الأندية المحترف بس يا ربي ربطة الأندية المحترف ما بتعامل عندنا تتعامل على الكتالوج العالمي مش الكتالوج بتاعنا إحنا عايزين ننقش ده أستاذ أبريم بتفاصيله تمام طيب ليفربول بقى زي ما قلتلكم بيعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا وبيقول إن الاتحاد المصري بيواصل الاتصالات المستمرة مع الاتحاد الدولي بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين في الأجندة الدولية وقال إن خطاب النادي الإنجليزي أشار إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفاش فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجبار لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا النادي الإنجليزي أعرف في خطابه للاتحاد المصري عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك في مواجهة تعرض اللاعب لحجر صحي لهذه المدة بما يؤثر عليه بدنيا فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية ودى الليفربول بيقول إن اتخذ نفس الموقف مع عدد من لعبيه الأجانب هما يعني بيكلموكم من فوق يعني هو دلوقتي لا حيجيب لك اللاعبتك في دولي ولا في الودي ولا في أي حاجة وكل مرة بيلاقي حاجة في منطق قال لك الحاجر بقى جابع في الحاجر المرة دي لأن ما يقدرش يجيبها في اللوايح لويح اتحاد الدولي بتقولك لا في الماتشات الرسمية انت أولى بلعبتك فجاء حاجة بقى لك في الحاجر طبعا لما يرجح يقعد 12 يوم ولما جيناك المفروض يقعد عندك كم يوم يعني هو ده طب هتتعمل في الغزمة دي ازاي لازم يقعد عندك بدايل على فكرة كل انتصارات الكرة المصرية سدق دي أستاذ براين احنا بنخاف من حاجات ساعت بتبقى المصلحة كل انتصارات الكرة المصرية يا جماعة كانت بالمحلين بالمحلين اخلق جيل قو من المحلين عشان كده نطول عمر يقول انتو بس عملين تقولوا ابعاتوا لعبتنا تحتارب برا ابعاتوا لعبتنا تحتارب برا ليه ليه ما نبقاش احنا الهدف والطارجت لو احنا منظمين كفاية ودلوقتي عندنا اموال كفاية ما يقدرش اي لعب يقولك انا ماخدش فلوس واخد بالك اذا انت تقدر لو قوة الدوري بتاعك انك انت تغري اللاعب المحلي انا قوتي في المحليين والله يعني انت فاكر الجيل بتاع ابو تريك وكابتن حسني وبركاته ومش عارف مين والجمعة والخضر ما كانوش يقدروا لقوا نفسه في في ارقى الاماكن في اوروبا كانوا يقدروا ما كانش مصر حتحقق حاجة في الفترة دي وده اللي بيشير اليه اللي أستاذ حسن سكاوي انه يا جماعة الفترة الجاية بقى لانك هتلاقي ناس وهي بتتكلم عن حق الجهاز الفني للمنتخب في انه ياخد كل لعبة الاهلي هيبدأ الحديث في المزايدات الوطنية وكله هيغفل انه الاهلي رايح بطولة كأس العالم مش رايح السحل رايح كأس العالم للاندية فبالتالي دي بطولة رسمية وكأس العرب في الدوحة بطولة ودية كون ان احنا عايزين المنتخب يظهر في احسن صورة في وسط اشقاء العرب ده اساسي لكن المسألة فيها فرص كبيرة جدا ان كابتن حسام البدري يقدر يجرب كتير من العناصر في الاندية الاخرى اولا يوسع القاعدة وعنده افراز المنتخب الولمبي يعني لسه المنتخب الولمبي منتخب شاوي غريب بعد التوكيو ده مهمته انتهت الى هذا الحد فيه عناصر كتيرة جدا مؤهلة للتصعيد للمنتخب الاول بخلاف لعيبة الاهلي فبالتالي نتمنى انه الام يتم علاجه بعيدا عن المزايدات لانه هتلاقي مزايدات اعلامية كتيرة وهتلاقي الناس تتكلم نقسم البلد نصين نصين ايه تعالف دي عاملة زي ايه اه لو حصلت يعني اه زي اللي بيتراملك سنانك وقولك ما تاكل ما تقولش ليه ويبتدي لومك اه اتا ما بتكسبش وما بتنصلش مصر كواس ليه وهو بخلاعلك سنانك هو مطراملك سنانك وحططلك اللعم وليك ما بتقولش ما تاكل وده كلام ده ما تاكل هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف تاهت ولقناها ازاي اهلا بحضراتكم من جديد شوفنا الازمة اللي ليها كل اللازمة وليها لازمة على فكرة انه حتى الفيفا في شهر ديسمبر مفيش اي مشاركات دولية شهر ديسمبر زيرو من الاجندة الدولية مفيش اي ارتباطات دولية معتمدة من الفيفا في شهر 12 وده طبيعي ومنطقي لانه منفرغ الفترة دي لكأس العلم للاندية لكن كأس العلم او كأس العرب في الدوحة مسألة ودية بحتك بطولة للتجريبية بطولة للتجربة فبالتالي نتمنى انه الامور تحسن بهذا الشكل في هذا الاتجاوة على فكرة منتخب مصر زي ما التجربة الجزائرية شغالة البطولة في شهر 12 كأس الامم الافريقية في الكاميرون في شهر واحد فبالتالي ده افضل اعداد لافراز عناصر جديدة تساعد المنتخب في الكاميرون وعشان كده الجزائر عملت تجربة الفريق المحلي جابت مجيد بقرة لعب الدول السابق كمدرب لهذا المنتخب المحلي وجابت جمال بالماضي جددت عاده للمنتخب الاول جمال بالماضي بالمنتخب الاساسي اللي فيه كل المحترفين اللي في اوروبا ده اللي يروح الكاميرون مجيد بقرة بالمنتخب المحليين مع بعض العناصر المحترفة داخل الوطن العربي ده اللي هيروح بطولة الدوح هي دي فكرة التخطيط لكن الاساس حسن مستكاوه في نهاية مقاله اشار الى نقطة مهمة كان ممكن يحصل عندنا ده لكن هناك سبب معين يخلينا ما نوصلش لهذه المرحلة وعشان كده كان هناك كلام كثير بي بعض متلسانه تاهت ولقناها لقناها يا أستاذ حسن حسن مستكاوه في نهاية مقاله قالك انت تروحوا بعيد ليه ده ليفربول بجلالة أدرو في كأس العالم للأندية المرة اللي فاتت تعرضت بطولة كأس العالم للأندية مع الدوري الإنجليزي كان عليه انه يختار يلعب مباراة فاختار كأس العالم للأندية ولعب مباراته في الدوري الإنجليزي بسبب قوة ربطة الأندية الإنجليزية بالصف الثاني وخسر خمسة لكن الربطة نفذت قرارها عشان كده تاهت ولقناها تاهت ولقناها بشروط انت عايز تقول يعني أنا الأوان أن يبقى فيه ربطة للأندية وكلنا ما هدين نقطة الغمضة والله من أكتر من عشر سنين وقالك الاتحاد الدولي يومهل الاتحاد المصري سنة إضافية لعمل الربط المهل عمالة الجادة دي ممكن من أكتر من عشر سنين طب إحنا ما بنعملش ربطة إيه لأن هناك يعني خشية من الاتحاد المصري إن الربطة دي دي لو خدت حقها يبقى خدت الكلكة من الاتحاد ما هنا الربطة دي حتبق قصيرة على أندية الدوري الممتاز ولو إنها في إنجلترا هي موجودة لكل الدرجات كل دوري له ربطته تانية لحد السادس كل الأندية المحترفة وأنا الأوان نأخذ بالأسباب نأخذ بالأسباب أنك تروح للكتالوج الناجح وتعمل تطور حاجات خفيفة على قد ظروفك لكن إنك أنت تبعد خالص على إنك تمشي صح يعني دلوقتي حاجات غريبة جداً تطبق الليحة بصرامة على أندية الدوري السماعيلي وتخفي المستندات اللي ممكن تطبعها على أندية أخرى هذه الاتحاد ماشي بالطريقة دي من مدة بهذا الإسلوب فين السلامة المالية فين الشفافية المالية فين ربطة الأندية فين 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 يعني هو كل اللي إحنا فيه والشك والقرارات اللي هي بتدعو إلى الريبة نبع إنها قرارات وجد نظر أحياناً فردية وأحياناً جماعية من خلال مجموعة محددة لكن ما فيهاش نظام عاد يمشي على الكرة يعني إتا مش بتحط نظام أول السنة تلزم به الجميع غير إنك تقول إيه أنا قلت لكم الموسم حيبقى صعب كلمة برضو يعني مطلق أو عايمة ربطة الأندية لابد إن إحنا نعرف النموذج بتاعها فين في أكثر من دولة والنموذج اللي قرب مننا طيب اللجنة السلسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة هي قبل منها اللجنة الخماسية يعني لجنة أحمد مجاد ولجنة عمر الجنيني اللجنة دي كان اتحاد الدولي اعتبرنا كروياً ناس مش قادرة تحكم نفسها ببساطة دي لجنة وصايا الفيفا شاف إن نظام الكرة في مصر مش مؤهل إنه يدير نفسه ودي كان يعني سبب جد في مستقبل اتحاد بيكمل مئة سنة دلوقت في النقطة دي لدينا نقطة محورية ليه علاقة باللي إحنا فيه هو إحنا سمعنا عن موضوع اللجنة دي قبل كده أبد إحنا مصر المؤسسة للاتحاد الإفريقي أقدم دول واحدة من أقدم دول العالم في ممارسة كرة القدم اللي خرجت كوادر مزهلة ورغم كده اللي هي حكاة بتقول لما يستقيل الاتحاد المصري الذي استقال أو دفعته ظروف للاستقالة بعد إخفاق كاس الأمم الإفريقية اللي كان صدمة واللي بنعاني منه حد النظر في الرانكينج بتاعنا والترتيب بتاعنا في الترتيب التاني دلوقت مصر اللي كانت وصلت لتاسع العالم اللي كانت بتقول إيه يقوم بعمل الاتحاد بصلاحياته المدير التنفيذي لمدة محددة قيسة بثلاث شهور حد أقصى يهيئ الظروف ويدعو لعقد جمعية عمومية لإجراء الاتخابات إيه المشكلة بكده إيه اللي يخلينا نروح لحل فجائه حل فجائه لم يتخيله أحد لو أنا متذكر كان وقتها مجموعة من الجمعية العمومية ابتدت تعمل نوع من التنصيخ مع بعضها وتعمل شكل من أشكال التمرد على الأسلوب التقليدي في إدارة العملية الانتخابية وحطت بعض النقاط اللي عايدت غيرها في النظام الأساتي وهنا كان مربط الفرص وبدأ يبقى فيه صدق أعتقد كان الأستاذ محمد الطويلة مع مجموعة وكان رئيس الله أرحمه بقى المستشار أعتقد يعني نادي المدينة المنورة أو حاجة وكان بيتصل بكل الناس وابتدت المجموعة تكبر وفجأة خرج علينا هذا النظام وتعملت لنا لجنة وإحنا هنا فيه مالك وكتاب وقلنا هذا الكلام مصر مش صغيرة عشان تعملها لجنة تدرع من الاتحاد الدولي هي مش لجنة مصرية هو مش اتحاد مصري هي لجنة من موظف الاتحاد الدولي مصريين وإذا ما كانوش لقوا الخبرات المصرية كانوا حق ممكن يجبوا لنا حد أجنابي زينا زي بلاد لسه ما عندهاش تنظيم كروي قوي وما عندهاش الكوادر فهذا معناه أنه ما عندهناش الكوادر اللي تقدر تنظم وصلوا للنقطة دي ازاي؟ حلقة مفقودة أو معلومة مفقودة طيب هنا فيه نقطتين تلاتة مهمين النقطة الأولى أساسية دي مصر وده الاتحاد المصر لكرة القدم اللي فات عليه مئة سنة لو بصيته للدول اللي خاضع للجان التطبيع وده اسمها من الاتحاد الدولة يتلاقيها دول ذاتها ظروف خاصة ودول صغيرة ودول عندها مشاكل كتيرة مصر غير كده خالص مصر الأسبق بين كل دول الشرق الأوسط في عضوة الفيفا مصر الاتحادها كمل مئة سنة فبالتالي السكوت على سبط التطبيع كلام لا يليق أبدا بقيمة الرياضة المصرية وأنا هنا بقول دور وزارة الرياضة ودور اللجنة الأولمبية هو الفيفا محدش عارف له سكة هو طريق الفيفا صعب أوي هي مخاطبة الفيفا من قبل الوزارة ومن قبل اللجنة الأولمبية قلولنا يا جماعة ايه المطلوب لا يليق باتحاد الكرة المصري أن يظل تحت الوصاية الدولية من قبل الفيفا كل هذه المدة خاصة هي يا أستاذ فرين بس لا خاصة لأن فيه نقطتين وانت لما كلفت اللجنة الخمسية مع الوضع في الاعتبار أحمد مجاهد وعمر جنيني وأعضاء اللجنة الخمسية واللجنة السلسية يقدر يخشوا لانتخابات الحرة نازية وينجحوا ويبقى جايباهم الجامعية العمومية فالكلام مش على أفراد الكلام على فكرة حق الكرة المصرية في أن تدار من قبل أعضائها وأبنائها مش بلوصاية الدولية خاصة أنه حتى لجان التطبيع اللي انت عينتها مرة خمسية ومرة سلسية وهناك حديث كبير عن التمديد كانت التكليف لها تسيير الأعمال واعتماد لائحة النظام الأساسي علشان تجرع على أساسها لانتخابات تسيير الأعمال ها ديكو شايفين كل التخبط وصل لفين وامتداد المواسم وتلاحقها وكل الناس بتشتكي وأعتقد أحاديث كثيرة جدا حتى أنه ما تم استحداثه لإقرار العدالة أصبح هو السبب المباشر لانتهاك هذه العدالة في الملاعب إذن لا حديث عن تسيير الأعمال بشكل منضبط يبقى الكلام على لائحة النظام الأساسي هي فين ليه هي حبيسة الأدراج عشان فيه جمل مش عايزين نرجع لها بعد ما نمشي تسيير الأعمال هو من ضمن تسيير الأعمال الغاء قرارات وزرية هو هو حكم الأجنابي لمطشاط الأهل وزمالك ده ده مش قرار حتى ده ثبت أنه ما فيهوش قرار ما فيهوش قرار يعني فيه عرفه ومشي من أيام رئيس الوزراء دكتور عطل صديق يعني تيجي لجنة هي اللجنة دورها أولاً اللجنة دي فلسفتها للأندية للمنتخبات أو البلاد اللي ما عنداش قدرة تفرز اتحادات منتخبة اللجنة دي جاي عشان تعاونها وتساعدها نتعد المرحلة دي تعدي المرحلة دي بمهام محددة وتخرج من خلالها بانتخابات مؤامة ده مش حال مصر ده مش وضعنا ده مش الطبيعة بتاعتنا إنك في الآخر أنت بقى لك أكتر من سنتين وشوية دلوقتي وداخل في ثالث سنة هو إزاي الكلام ده إزاي الكلام وعلى رأيك إحنا مش ضد أفراد كل الأفراد دول اتفضلوا خشوا اترشحوا ونجحوا وهم كان منهم أعضاء جمعية عمومية وعندهم خبرات وعندهم قدرات وكل حال إنما إحنا بنقول إزاي نحكم بهذه الطريقة إزاي كورة القدم المصرية تصبح وجهة نظر فردية في الآخر ما ينفعش الكلام ده طيب علشان اللي حصل السنة دي من الطبيخ الكبير اللي انتو شفتوه ما يتكررش إحنا المفترض مسابقة محترمة الدور المصري أصبح من أفضل دوريات منطقة الشرق الأوسط مش المنطقة العربية فقط في عوائدها في قويتها في شعبيتها في جماهريتها ومين اللي كان بيدفع الفلوس مش الوزارة اتحاد الكور لا فلوس الحكام بتعملات اللي كان لزمالك الحكام اتحاد الكور الوزارة الوزارة اللي كان بيدفع الفلوس دي نسأل في دي طيب انت مسابقة لها كل هذه العراقة وفيها القوة لما تسمع أصدقاء من المغرب يكلموني على قد إيه البطولة المصرية أصبحت جاذبة للعيب العرب قد إيه المغربة والتوانسة والجزائريين بيفضلوا يحترفوا في الأندية المصرية وبالمناسبة الأندية المصرية بقت بتدي فلوس الدول النجوم العرب ما بيلوهاش برها عشان كان بيجوه لك بالظبط بيجي لك وعنده فرصة بدل ما يروح يلعب في الدرجة التانية أو التالتة في فرنسا بنص اللي انت هتديهوله لا هيجي لك هنا وهيبقى نجم من نجوم وعنده فرص يلعب بطولة أفريقيا يلعب في أفريقيا ويتصيط ويظهر ويروح منتخب بلاده وشوفنا كتير منهم إذن انت بطولة جاذبة جدا مسابقة لها هذه القوة أصبحت فيه شركات كبيرة بترعى فرق زي فرقه وكل الأندية اللي صعدت أندية قادرة على الصرف يعني المسابقة بيضخ فيها فلوس كتيرة المسابقة دخل في مرحلة مختلفة النادي الأهلي وهو بيتجه لتأسيس وإشهار شركة كرة القدم وشركة الأهلي لكرة القدم بطولة أو شركة هتطرح أسهمها في البورصة فبدأنا يحدث لنا نقلة نوعية كبيرة جدا المحل سبق ويحول الشركة إلى فريق شركة أو فريق مستقل أو شركة مستقلة عن الكرة إذن كل النظام الكروي بتاعنا بيتغير إيه المشكلة في أننا ما نعملش زي كل العالم المتحدر كراويا والمنضبط في مسابقاته زي إيه ربطة الأندية المحترفة علشان نبصتها للناس هي يعني ربطة يعني لو فيه ربطة الأندية المحترفة اتحاد الكرة أيا كان مين فيه مش هيكون سيد قراره على الأندية ليه؟ اتحاد الكرة ده لو منتخب مش معين هيبقى جاي زي ما الأستاذ حاسن مسكاوي أشار لفكرة أنت جاي الدور المنتز فيه 18 نادي عارفين ممكن مجلس إدارة لاتحاد الكرة ما يبقاش واخد ولا صوت من الأندية 18 بس عنده 200 صوت من أندية الأقاليم درجة ثانية وتالتة وربعة تنتخبه فده يكفيه فييجي يمشي كلامه على الـ 18 نادي لا فكرة الرابطة المحترفة الـ 18 نادي هيعوده كل نادي هيرشح واحد من عنده بشرط أن ده أنا هقولك علشان ما نبعدش بعيد لايحة النظام الأساسي اللي في درجة اتحاد الكرة دلوقت تنتظر الاعتماد المادة 67 فيها موجودة بتنص على رابطة أندية القسم الأول بيقولك تكوين رابطة أندية القسم الأول تتشكل ازاي دي قالك تتكون رابطة مستقلة للقسم الأول من الأندية التي تشارك في البطولة في الدورة الممتاز يتم تشكيل مجلس إدارة رابطة الأندية سنويا من سبع أعضاء كالآتي مين دول اللي هيديروا الدوري مين دول اللي هيغنون عن أحمد مجاهد وعمر الجنيني وهنا بوريدة وكل اللي هيمسك الانتحاد هل يجب يكونوا هما منهم لا مش هيكونوا منهم أبدا ليه ليه هقولك ده ممكن أي الأستاذ أحمد مجاهد فيما يمنع أن يبقى رئيس الربطة دي اه لو ندل انتخب لا ما يبص هقولك رقم واحد فيه خمس أعضاء في الانتخاب بيترشحوا من الأندية يعني الأندية الثمانتاشر هينتخب منهم خمسة يدخل الأهلي يدي صوته لا بالمناسبة كل نادي هيرشحوا واحد مش من أعضاء مجلس دارته ولا العاملين فيه يعني الآلة هيرشح سين من الناس الزمالك هيرشح صاد من الناس وهكذا كل نادي هينتخب خمسة الخمسة اللي هينجحوا دول هيضاف إليهم أعضاء مجلس دارة الاندية أو موظفيه من غيرهم يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وفي حالة وجود أصوات متعدلة يتم جراء الانتخابات الثانية في الطريقة اتحاد الكرة بقى هيطلع منه اتنين عضوين من اتحاد الكرة يرشحهم للتحاد من غير أعضاء مجلس دارة يعني كمان اتحاد الكرة هيرشح اتنين يمثلوه من غير مجلس دارته يبقى فيه خمسة من الاندية واثنين من الاتحاد يختار مجلس دارة ربطة اندية القسم الأول من بين أعضائه المنتخبين رئيسا ونائب رئيس في أول اجتماع ويعين مدير مالي ويحدد مقر لربطة اندية القسم الأول بيبقى بعيد على الاتحاد يكون لربطة اندية القسم الأول ده الاستقلالية حساب مصرفي محدد يتم من خلاله توزيع حقوق اندية القسم الأول يجب على ربطة اندية القسم الأول تشكيل لجنة لإدارة بطولة القسم الأول يعني هيشكل لجنة مسابقات تدير وربطة اندية القسم الأول مسؤولة عن تسويق الدوري اجراء الصفقات التجارية وصفقات الرعاية غم بند ده اه يتم تخصيص 10% منها للاتحاد يعني الاتحاد علاقته بالربطة فيه اتنين وعنده 10% من عوائد الرعاية و5% لأندية القسم الثاني ده نوع من التكافل والإعانة و5% لأندية القسم الثالث ويتم توزيع نسبة 80% المتبقية وفقا لمعايير يقررها مجلس إدارة ربطة القسم الأول دي شاملة كل حاجة اه بس دي النقطة المهمة اللي انت قلتها في الأول ويا دي يمكن كانت السبب في الإطاحة بسويلم اه واستحداث اللجنة هو الليحة دي الليحة دي لم تعتمد من الجمعية العمومية بعد انت قلت حبيسة الأدراج تسأل الوزارة يقولك في الاتحاد تسأل الاتحاد ما انت فاهمش إيه اللي مع الطلاق دي كان المقترح بتاع اللي مش متأك لكن بتاع اللي كان عايز يطرح الجمعية العمومية وقتها وخد بالك دي شرطات الفيفا يا سيدي هم خدوا الكور اه او الجوهر من نظام الفيفا اه وحطوا الكلام ده اه كويس ده ده لو اتطبق هو ده هو ده للسخلاف بس ما تيجي تقول لي فلان وفلان لأ لا ليه لا ليه ممكن أي واحد من دول يترشح ما يدخلش مجلس إدارة الاتحاد والمجلس يرشحه ايوة ما انا بقولك ده أنا بالعكس ده أنا شايف انه في الحالات دي هم ما يمهمش ما يمهمش الاتحاد في الوضع ده هم هيهمهم اللجنة دي الرابط يعني النهاردة زمالك يستطيع انه رشح الجناني مسأل لو شاء اه اه انا مش بقول يعني ايوة ايوة لو شاء كابتن احمد مجاهد يجد ترشيحا من اي حد هيلائه وممكن جدا حد من مرشح الأندية يبقى رئيسا اللي يزيل لجنة ممكن المسأل مجد ده جاتي لحد رشحه اه انا دي انا شخصينا دي له صوت ام بيرشحه اه اراه رجلا صاحب فكر ومش محسوب على حد صحيح وعنده موقف ده رفق يعني 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 ما جايت عمله انترفيو عشان يبقى في لجنة الخماسية صحيح نعم انا هنا على التليفون قالك انا حسيت ان انا طلب وظيفة انا مش جاي تعمل لي وظيفة اه انا كنت فكرة جاي تناقشني مسئوليتي ايه اه اللي عنده هذا الاعتداد بنفسه هو قارب بالصليق يحترم ومحترم صحيح مثلا اه المهاج الشريف حبيب اه بقبراته دي كلها عن المقولين السياسية والرياضية يقدر يدير يقدر يكون موجود ويكون يعني الكوادر موجود انا مش عايز ازكي حد وانسع حد عشان انا مش عايز اصادر على حق حد ولا حق نادي رشع حد من عنده الاسماء كثيرة وتستطيع ان تقود الكرة المصرية الى كل الخير مهانس محمد عادم طب ليه ما تحصلش دعوة ليه ما تحصلش دعوة ليه الانديا وتجتمع وتلتقي ما هو يعني ده الظرف وانا معلوماتي ان اتحاد الكرة عاقب انتهاء مسابقة الكاس وتسمية البطل هيبعت للانديا واللهم شيلوا شلتكم ياريه شيلوا شلتكم والله العظيم لو عملوا كده يبقوا عايزين اولا ينهو الجدل بقى في حاجات كتير وفي نفس الوقت حتى لو حصلت اخطاء بعد كده هاقول لك هنعمل لك وانتو اللي بتديره انتو اللي ديرته هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم أعلم بحضراتكم من جديد الوضع العشوائي اللي قدرت به المسابقة واللي وصلت لغاية لحد النهاردة خلت الناس كلها تفكر طب احنا هنفضل في فكرة تلاحم المواسم بالشكل غير الادامي ده كتير الاسبوع اللي فات كان معي على التليفون الدكتور حسن كمال وده رئيس اللجنة الطبية في اللجنة اللونبية وحذر تحذير شديد جدا يا جماعة تلاحم المواسم بالفترة طويلة بهذا الشكل خطر جدا على اللعيبة على حياتهم حتى لان لما انتوا تبص على مشاركة المنتخب في مباراتي انجولا والجابون هيرجع منهم على طول تدخل في مسابقة كاس مصر ثم تلعب ماتش السوبر وتلعب الدور الجديد بالشكل ده بدون راحة تقريبا هيبقى اسبوع هل ده هنستمر فيه طويلا؟ اذكر كان لك فكرة نقاشها البعض بعد كده فكرة ان احنا عايزين موسم استثناء بجد فاصل استثناء بشكله بس يحل لنا المشكلة دي اللي هو فوق وتحت مش كده تعمل دوري من دور واحد للاندية الحالية ايوة هيفرز لك تسعة وتسعة بعد الدور الاول اه بعد الدور الاول تسعة الاوائل تسعة وتسعة التسعة الاوائل تاخدهم تعمل دوري من دورين اها ع القمة يبقى خلينا نقول الجزء الاولاني هياخد سبعتاشر اسبوع الطمنتاشر نادا هلعبوا دور اول سبعتاشر اسبوع سبعتاشر اسبوع دول يعني بتتكلم فيه خمس شهور اه لو هتلعب في الاسبوع ماتش اه او اربع شهور اه طيب ثم تقصد بعد كده تسعة فوق يتنفسه مع بعض على الترتيب اه مش كده اه وتسعة تحتية نفسه مع بعض على الترتيب والبقاء والبقاء يبقى اختصرت نص اه نص اه الوقت اللي انت كنت هتاخده اه لو انت مكمل بشكلك الطبيعي اه التسعة اللي فوق هيلعبه مع بعض فيهبه ثمن اسابيع والتسعة اللي تحتية هيلعبه مع بعض هيبه ثمن اسابيع في نفس الثمن اسابيع دول هيتلعبوا مع بعض اه اخي دا لك اه يبقى ثمانية وسبعتاشر بتتكلم فيه خمسة وعشرين اسبوع. خمسة وعشرين اسبوع. بدل اربعة وثلاثين اسبوع. يعني في خمس شهور بالزبط. خلص الدوري. خلص الدوري. نه. وساعتها انت لو بدأت الدوري في شهر احدى شهر مش عشرة. ده بتقدر تعمل اللي انت عايزه بقى. في شهر الخمسة تكون خلص الدور. قبل اول السنة مسلا بدلا ما بتطلع تلاتة وتنزل تلاتة. فكر بقى بالطريقة انك ازاي. لا خلاص انت خلي خلي الهبوط والسقود زي ما هو. زي ما هو. هي فكرة رائعة جدا بجد. ليه? وفي ترتيب الترتيب النهائي بتاع صعوده الهبوط انت بتلعب دوري من دورين طبيعي. اه. انت بس وصلت ان المجبوع الاولاني دي تلعب كده والمجبوع التاني دي تلعب. كله هيكون لعب مع بعضه في الغالب مطشين يعني. لعب في الدور الاول التمنتاشر نادي لعبه سبعتاشر اسبوع. كله قابل بعضه. لا سيامة ايه بقى? احنا دلوقتي لما بنتكلم بنقول لها يا جماعة. الدوري دوري رايح جاي. لعبت عندي اجل عب عندك. بس الحقيقة لا بتلعب عندي ولا بلعب عندك. كلها ملاعب محايدة. وفي في في الجزء التاني من دوري تقدر تعمل كده. لا كلها ملاعب محايدة. حتى لو الجزء التاني هتلعب مطش واحد برضو عشان. اعملها يا سيدي بعد كده ملاعب محايدة. هي دي مش المشكلة. احنا لما نقول موسم استثناء احنا بنرتب. وضع استثناء. وضع مختلف. خليك تعيش طبيعي بعد كده. بالضبط. تبدأ الدوري في شهر عشرة او في شهر احداشر. بتبقى الناس ريحت شهر كامل شهر ونص. بدأت في شهر احداشر. اديت المنتخب فترة كافية جدا اللي لعبته. لانه اللي حيدفع التمن منتخب مصر. سواء في الكاميرون او في تصريفات كاس العالة. بالشكل القاسي او ده. لو بدأت الدوري بهذا الشكل في شهر احداشر. هتخلصه في شهر خمسة. بالضبط. تريح. اديت فترات الراحل كافية. رتبت الاوضاع صح. كملت بعد كده في توقيتات مظبوطة. اعتقد ده. احنا محتاجين موسم فاصل. دور المجموعتين يناقش. الناس بتعترض على دور المجموعتين. ليه وجهات نظر فنية. ماشي. يعني في النهاية لازم ان نتوصل الى وضع استثنائي بجد. هو الفكرة دي بتحقق عدالة اكتر. اه. ان كل لعب مع بعضه لمد الدور. وحدد خمس ست ملاعب لاستقبال هذه المباريات. عندك برج العرب. وعندك اسكندرية. وعندك الدفاع الجوي. وعندك استاد الاهل والسلام. حدد خمس ملاعب تقام عليها كل المباريات. عارف الفكرة دي تعملك ايه? اه. مباريات في منطال قوة. طبعا. مجموعة بتقاتل على اربع مناصب. اه? اي. اي. ومجموعة بتقاتل ان تغرب من تلات مناصب. بالزبط. او مراكز. اي. مراكز. اه. فالمستويات هتبقى قوية جدا. والمنافسات هتبقى قوية جدا. ومش ممكن حد احيفوت لحد. ازا كان بقى حتى روحنا للشك والريبة وكلام ده. لان الفرص هتكون متاحة ليه الجميع لاخر وقت? سواء للترتيب اللي فوق او للترتيب اللي تحت. شوفوا. ارجو انه تدرس باهتمام ومتنازل عن حق اله. هو الحقيقة. الحقيقة الادب في اله. هو الحقيقة. اه. هو الحقيقة يعني اتحاد اليد اشتغل بالشكل ده قبل كده لما كان بيلاقي عنده عيوب ومشاكل معينة بيحط نظام يعالج بيه المشكلة. لان المسابقات ده هدفها. ده وصلت لمرحلة انه اللي يجيب جنب يده اشتمال يتحزل بجنين. اه. علشان يشجع الاندية انه تضم لعبة شهول. علشان يفيد المنتخب. زي ما قالك فيه اللعبة بتضيع ضربات جزاء كتيرة. طب بعد كل ماتش وبين الشوتين فيه فقرة ضربات جزاء. ويديها تأثير عن نتيجة. اه. علشان يبدأ يعود اللعبة والاندية على انها تتمرن اكتر على ضربات الجزاء. فمسابقتك المحلية معمولة لعلاج اخطائك. فما بالك بمشكلة كبيرة جدا تتعلق بصحة اللعبة ومستوى المسابقة واستمرار. على فكرة كرة اليد دلوقتي ما بقتش تفوق اندية الاهل وزمالك والمنتخب. لا ده بقى مستوى عام. اه. انت انا شفت ماتش لحدائخ الاهرام مع البنك الاهلي. شفت عشان محمد ماتش قوي جدا. اه. وفيه كل فنون كرة اليد. صحيح. وشفت نجوم. كانت في الاهل وزمالك بتلعب. في حدائل الاهرام. اه. في حدائل الاهرام وفي البنك. اه. يعني. يعني اذا ايه هو هو يعني ده هي لعبة اصبحت لها مستوى عام. صحيح. نتيجة ايه. انت خط افكار خارج السندوق وجريئة. وتهاجم. اتحاد كورتلياد ورئيسه انا داك للكابتن حسن مصطفى. لكن صمم. ادي المحصلة. عندك مصر مصنفة ضمن الدول الكبرى في كورتلياد. طيب. مسابعة بهذا الشكل. افرازة فريق. فاز ببطولة دوري ابطال افريقيا مرتين على التوالي. فيه انجاز غير مسبوك. واعتقد المين ترجط او الهدف الاساسي الكبير اللي جاي للنادر الاهلي هو تحقيق السلاسية في دور الابطال. عشان يكون ده ده السلاسية الاعجازية اللي الاهلي نفسه ما عملهاش. ان انت تقدر باستمرار تحتفظ بلقب دور الابطال التاسعة العشر الحداشر. ده هيبقى انجاز كبير جدا ان شاء الله. فده المستهدف في الفترة الجاية. واعتقد ده اللي بيشتغل عليه بيتسو موسماني. سواء في التدعيمات. سواء في خطط الاعداد للفريق للمرحلة الجاية. او ترتيبات الفريق بصفة عامة. موسماني حظي بثقة وتقدير كبير جدا من كل الخبراء والمحللين. لكن الحياة الراجل ناس كتيرة غاوية تتعامل معه بالقطع. الناس اللي ما كانتش بالعى نجاح التجربة فضلت لابدة فضرة ومستنية له. اي مباراة بوسط لقيت طالع. ينتقد في اختيارات موسماني. ينتقد في سياسة موسماني. في تغييرات موسماني. لانه من الاصل مش بلعوا. او مش بلع الفكرة. او مش عايز ينجح قرار الاهل واختيار الخطيب. هو ده كان الهدف لدى الكثير من المحللين. الحياة اللي كان عندهم درجة عالية من التربص بالنادي الاهل واختيارات الكابتن محمود الخطيب. لكن حتى مع ابتعاد الفريق بالنسبة كبيرة جدا عن بطولة الدوري. يلقى موسماني ثقة وتقدير الناس اللي فهمها. ومنهم الاساز حسن الاستخابة. يعني برضو بفكرة تانية تبقى طول الوقت ده جايب اخر الدواسة زهنيا وبدنيا ونفسيا وبتتخرج من كل بطولة تخش على بطولة. بس انا. دي برضو اه بنتحدي صعب يعني. انا انا يعني مش معول ابدا احنا نشوف مدرب كان كويس وجب بطولة او اتنين وثلاثة بعدين فجأة. بيبقى ما عندوش فكرة. اه ما عندوش فكرة. ولعيبة اجمد لعيبة في الدنيا. ولعيبة. فجأة بقى وضعيف ومش شايفين. يعني 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 مش حسمها كده. الحاجات دي لازم نبص كده بعمق شوية وبتحليل. لو انت بتحلل. سيبك الجمهور ليه عواطف وليه قلبه وبتكلم بعواطفه بقلبه. لكن لا يجوز ابدا ان احنا بنيجي نتكلم على ماتش في تليفزيون او في برنامج. فنقول الاهلي وحش. الاهلي مش عارف ايه? الاهلي لا. لأ. لان في اسباب على مدى الموسم خلت الاهلي يفقد اتناشر نقطة او الاهلي فقد فيهم اتناشر نقطة. لكن هل السباق انتهى? لا. السباق لسه مستمر. لسه طبعا. بتحسم البطولة لما يبقى حسبيا. خلاص. انت لو كسبت كل ما تشاتك انت بش تكسب البطولة. وطبعا كابتن حسن. السادة ابراهيم بسأله السؤال موضوع يعني. وكابتن حسن لمس. على اه يعني ان لا يمكن يكون التقييم. ان الناجع جدا 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 فجأة بقى فاشل. ها? او ان هناك اسباب لعدم تحقيق المنجز بالشكل اللي الناس عايزاه. مش مش بالعواطف ولكن بالظروف. وقال مح الى الارهاق وا 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 وا. المح بقى الى نقطة هنا بمرة البرامج اللي بتنتقد وبتتربص بالمسلم او بالنادي الاهلي. ايه. وهنا يعني الناس مستائه من 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 حاجات محددة فلان وفلان وفلان اللي ما بيصدقوا يلاقوا حاجة يلاقحوا عن نادي الاهلي او يهجمون وهنا لابد ان نشيد باصحاب القرار في قنوات الناس دي اللي بتحاسب الى درجة انها بتوقف البعض وبتنبه على البعض الاخر ما هو لازم وإلى دنيا حتنفرت ما ينفعش يا جماعة ان احنا نسيب الدنيا كده للأهواء لان انت متاش عارف كل واحد بتكلم وضميره في ايه فالموضوعيين حينخشوا موضوعي خلاص انت حقاتي واحد اتنين تلاتة اخفقت الاسباب تخصك واسباب لا تخصك اليمينة كاناري اهلي ان احنا الى قدر الامكان نتصدى للاسباب اللي ما تخصناش ونعالج الاسباب اللي تخصنا هي دي الانديل اللي عايزة تنجح والحقيقة في السياق هنا خليني حي التجربة انا شايفها في قناة الاهلي مع الزميل الكابتن اسلام الشاطر في مائدة حوار متكررة فيها درجة عالية من الموضوعية وتبادل الاراء الاقي فيه مرة الاسادزة الكبار الاستاذ سامي عفتاح الاستاذ جمال الزهير الاستاذ عصام شالتوتل الاستاذ محمود صابري ومرة الاقام بارح شفت حلقة هيلة جدا في موضوع الرابطة وموضوع المسلماني والتقييم العادل للدولي واللي حصل فيه من الزملاء العزال الاستاذ محمد القوسي وخالد الاتريبي وعبد الحكيم ابو عالم واحمد عويس مجموعة اراء مختلفة وهنا عايز اقول هي دي فكرة البرينستورم ايوه او العصف الزهني بالضبط اولا فكرة العصف الزهني وثانيا فكرة اصحاب الرأي احنا مشكلتنا في الاعلام الرياضي سريعا فيه تغيير في الكراسي فيه تغيير في الكراسي بشكل مؤثر جدا لعيبة خلفياتهم كلها فنية اثروا الملاعب كلعب كمدربين يتكلموا في النواحي الادارية والنواحي الاعلامية والنواحي المهنية ما عندهمش فكرة عنها هم كل خبراتهم فنية رائعة جدا وزملاء صحفيين منهم ناس ممكن تكون ما لعبتش كورة يدخلوا في التحليل الفني هي دي التبديل الكراسي مع ان لو كل واحد قاعد في كرسيه هتشوفوا شكل منضبط جدا وادا رائع الفنيين يتكلموا في الفنيات والصحفيين والنقاط يتكلموا في الرؤى والاطرحات الادارية والسياسات والاداريات هو ده الوضع المنضبط او بعضهم لو هو يعني دارس بشكل معين لان فيه نمازج في نمازج استثنائية في نمازج استثنائية تدرس وتتيج تجارب لكن لا فكرة المحللين الرخمين والاحصائيين دي تجربة تانية خالص دي هيلة دي تجربة تانية خالص علميا لكن فكرة تبديل الكراسي تلاقي ناس خبراء ومدربين ولعبين سابقين بيتكلموا على اوضاع ادارية ولا احية ما يعرفوهاش وزمر صحفيين يتكلموا على شؤون فنية ما شطوهاش نجرب كل واحد يقعد في كرسية بعد الفاصل اهلا بحضراتكم جديد الموانس عدلي في ضربة البداية اللي قالها في الاول فيه جملة كده قالها انا ما حبيتش يعديها بالسهل وقبل ما ننهي لازم نقف معاها عليه فكرة ترتيب الاولويات لانه ممكن يكون مفيش فريق في العالم بيدخل الموسم باولويات الفوز بكل البطولات هل ده موجود ولا لا ولو فيه صعوبات رأيك ايه لا ما انت انا قلت لك ان اول سنة اللي فاتت مؤكد كانت البطولة افريقية هي الاهم ليها سبب مش بس لانها بطولة اندية العالم بتوصلك لبطولة اندية العالم لكن ليها سبب ان السلاسة دي كانت مستعصية قوي لا بتدي لك الفرصة انك تلاحق قرية المدريد ايوه فلما تيجي تقول السنة الجاية ها هقول لك لازم تكون اولوياتنا برضو ليه عشان هي هتدينا الفرصة ان احنا نتجاوز عندنا فرصة نتجاوز ريه المدريد صحيح او نبقى زيه في خلال سنتين لو انت وبدلت بالتركيز ده تستعيد اللقب الكبير لكن هل ده معناه ان انا حرمي طوبة الدوري انا ما رميتوش بس حصل نتيجة اعتبارات كتير نقص تركيز جهات شديد تشبع تشبع ولا بقول تشبع مش معناه كده ان احنا ما هتمناش لا انك انت تتشبع بتمارس نفس الشيء بتمارس نفس الشيء تبتدي من جواك يجيلك حالة رغم انفك تبقى متشبع فانت انت ده اللي حصل لنا هنتعلم الدارس وحنسعى بس اولويتنا لابد ان تكون افريقيا مع علاج القصور اللي ادى الى فقد الدوري العام ايوه هو ده تتكلم على اسباب تتكلم على العرقيل تتكلم على كل المشاكل اللي حصلت على فرع على ما عرفش ايه على ايه على ايه كل ده موجود بس الاصل انت ايوه كيف ولماذا فقدت هذه النقاط وازاي تقدر تعي هذا الدرس جيدة لانك لما بتعمل خطوة عملاقة اللي حصلني يكسرني ده اللي بيبعد وما بيديش فرصة الى اي حاجة انت عندك اربع ماتشات يا استاذ ابراهيم اه بيراميد زمالك اسماعي البنك الاهلي لا خلينا في اسماعيلي ها اه اه سموح اه الاربع ماتشات دول منهم تلت ماتشات انت تقدمت بالفعل فيهم اه لو انت لو كسبت زمالك ادي بنتين هم تلاتة هم تلاتة هم حيفقد بنت وتعتقد اتنين بيراميد هتحط على لهم اتنين لو اتعادلت اسموحة ما غلط ما غسرتوش اه اه يبقى كنت هتاخد بنت هدي ستة بنت انا قلت انا قلت الرابع هم هم يعني كده الاسماعيلي الاسماعيلي ودي بنتين في الاسماعيلي لا لا انت انت بقدت نقض بشكل مش طبيعي بسرعة كده ها تعرف اسبوع واحد اسبوع واحد هم في اخر السنة بطاقم تحكيم واحد نقل البطولة من هنا الهن ها شوف عنا فرق اربعة هو اي طيب طاقم محمد الحنفي ده لو خطأ بس اعيسي لك ما تسيبني بس اكمل ونبع عشان ما توش الناس قول طاقم محمد الحنفي اخطأ مع الاهلي واعطى للزمالك ضرب الجزاء لما يتوقحها لان العيبة للزمالك نفسهم يدهرون مراجعين مفكروش فيها فجأوا ان فيه ضرب الجزاء ورغم هذا هنعتبرها مستحق لكن لو غلط لو غلط بدل الغلطة معكوسة لو غلط هنا ما حسبش ودى الاهلي هنا نفس هي كرة اجيه هي نفسها يا اخي انا حسابي انسيبك من الكلام ده انا عايز اقول لك لو غلط الجاية دي هو هو احتسابها وما احتسابش ضرب الجزاء الزمالك عمل العكس يعني هو ما احتساب ليش كان غير اتجاه الدرق النهاردة كان مين المتصدر الاحلي ليه لانه كان حديق بنتين وزمالك هيخسر بنتين صحيح هذي الاربعة بنت طاقم تحكيم واحد في اخر اسبوع حانا في واحد اه غير مصار البطولة طيب غير مصار البطولة لكن الحقيقة لم يغير تقدير الناس لما انجزه بيتشو موسيماني وانا هنا عايز اقول لكم حاجة النهاردة تقريبا الزميل احمد سمير في برنامج السادسة تابعت كان معاه على التليفون من جنوب افريقيا لعب سابق في منتخب جنوب افريقيا نيل توفي اللي تابع فيكم الحلقة الكلام اللي الراجل ساعدتهم في جنوب افريقيا بالنادي الاهلي اللي القارة كلها بتصفوا بعملاق القارة وازاي قدر فعلا يحط المدرب الجنوب الافريقي او المدرب الافريقي عمتا في مصف الاختيار والتقدير كونوا بيدرب عملاق القارة زي ما بيصفوه دي مسألة كانت لها تقدير كبير جدا فيه ارجاء القارة الافريقية لقيمة وصمة النادي الاهلي والقرار النادي الاهلي قرار النادي الاهلي وقرار ركابة محمود الخطيب ولجنة التخطيط والمجلس إدارة بالتعاقد مع بيتش المسلماني له أبعاد كتيرة جدا في عمق القارة اللي مصر بترجع لها بكل قوة أنت عارف يا أستاذ إبراهيب اللي بيهاجموا المسلماني المسلماني مش مقصودوش مسلماني هم مدايقهم نجاحهم على الأهلي هم بعضهم مش طايق نجاح الأهلي مش طايق نجاح الأهلي لكن سيف زاهر طايق نجاح مسلماني جهاز النادي الأهلي الفني مكمل بالكامل الموسم القادم وتقييمه وتقييمه هذا الموسم جيد جدا بغض النظر عن مين حياخد الدور الممتاز الرجل قدامنا على شاشة ده لازم نديله حقه ولازم يبقى عندنا ثقافة أن الرأي يفضل ثابت ممكن يكون فيه سلبيات وارد ولكن لازم يكون فيه تأدير لبطولات كتيرة جدا دخلها أخذها أخذ العلامة الكاملة أخذ العلامة الكاملة لازم نتغير لازم نطلع بره حتة توجيه النقد في حالة الخسارة وأن البيت كله يتهدم والدنيا كلها طوع لا وأعتقد أن جمهور الأهلي عامل مشهد كبير جدا وراء مسماني جمهور الأهلي يحضر وقت الأزمات يطلع وقت المشاكل يكون موجود في أي خسارة عشان يدعم ويفوق الأهلي ليه بطل لأن جمهور الخسارة ما بتاخدش معاه أكتر من دقايق عشان عارف أن بكرة في بطولة جديدة وعارف أن بكرة في رقم جديد أنا متأكد أن جمهور النادي للي كما قال محة الكابتن سيف زاهر يعي تماما حجم النجاحات التي حققها الأهلي وأنه عاش معظم إن ما كانش كل الطموحات خلال الموسم الماضي والموسم الحالي هرب من هنا البطولة بأخطاء فادحة في الأمطار الأخيرة برغم أخطاءنا الفادحة اللي ما كان لهاش مبركة ممكن تقينا شر هذا الحدث هذه الأخطاء التي أودت بفرص النادي الأهلي ولكن هذا إطلاقاً لن يضعف ولن يسلب الأهلي وجماهيره لا ثقة بفريقه ولا فرحته بمنجزاته ولا بافتخاره بالمكان الذي وصل إلى النادي الأهلي ولا تطلعاته للي جاي لأن اللي جاي أكبر وأهم وأعظم اللي جاي للأهلي في كأس العالم للأندية وأيضاً بدء الموسم الجديد بكل قوة إن شاء الله سعياً للفوز بكأس مصر وبكأس السوبر وأيضاً بدوري أبطال أفريقيا اللي السنة الجاي الحداشر هيبقى لها طعم كبير جداً لأنه عايز أقول لكم سريعاً مفيش فريق في أفريقيا سبق لي فاز بدوري أبطال أفريقيا سواء بمسمها ونظامها القديم أو الجديد ثلاث مرات متتالية الأهلي نفسه معملهاش في السابق مرتين للأهلي مرتين لمازنبي مرتين للوداد ده أخصى حاجة لكن أن يكون لهذا الفريق فرصة أو لهذا الجيل فرصة لإحراز ثلاثية متتالية ده يكون شأن عظيم دمتم للأهلي دائماً ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلاً شامخاً وعلى خير أن نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله نسيبكم مع البيت الكبير والاستمتاع مع فقرات النادي الأهلي دائماً وتصبع رخيان خد وهاتو وهاتو وخد بص شوت عتفوت لأ ملعوبة حيلو عمو اشتركوا في القناة